فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنت بدأت الحلقة السابقة بكلام حول بيئة الخطاب وحول القراء المحيطة ببيئة الخطاب وعناصر بيئة الخطاب وذكرت مثالا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريز ورأينا أنه لما جاء وقت العصر انقسم الصحابة إلى فريقين فريق يرى أنه لن يصل العصر حتى يصل إلى بني قريز كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام واستخدم قرائنا والفريق الآخر رأى أنه يصل العصر وأنه قد حقق الفضلين فضل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفضل المحافظة على الصلاة في وقتها وخاصة صلاة العصر التي وردت النصوص فيها كما رأينا في المثال السابق ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف طائفة من الطائفتين فقلت هل معنى ذلك أن الحق كان مع الطائفتين؟ طائفة اجتهدت وأصابت فلها أجران طائفة اجتهدت وأخطأت فلها أجر وهو أجر الاجتهاد وذكرته حديث عمر بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلها أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فلها أجر وقلت الحاكم القاضي الذي يحكم بين الناس العالم الذي يحكم بين الناس الذي يتعرض للفتوى لكن هنا لابد أن تتوافر في من يحكم أو من يفتي أدوات الاجتهاد وشروط الاجتهاد وإلا فوآسم لو تعرض للفتوى وليس من أهلها أو للحكم هو ليس حكم بين الناس وليس من أهله فلا شك أن الحق كان مع طائفة من الطائفتين يقول الإمام النووي عليه رحمة الله وقد يستدل بالحديث على أن كل مكتهد مصيد وللآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ولا خلافة في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بزل وسعه في الاجتهاد إذا بزل وسعه في الاجتهاد يقول الحافظ بن حجم والمشهور أن الجمهور زهبوا إلى أن المصيبة في القطعيات واحد وخالف الجاحز والعنبري وأما ما لا قطع فيه فالجمهور أيضا أن المصيبة واحد يعني سواء كان النص سواء كان النص قطعي الدلالة أو حتى ظني الدلالة أو قطعي السبوت أو ظني السبوت فالحافظ بن حجري يقول إن الجمهور قالوا إن المصيبة في القطعيات واحد بل ما لا قطع فيه أيضا فالجمهور أن المصيبة واحد ومسألة النص ينقسم إلى نص قطعي الدلالة وإلى نص ظني الدلالة وإلى نص قطعي السبوت وإلى نص ظني السبوت قد أتعرض لها يعني بعد ذلك في مقدمة حلقة من الحلقات لكن قطعي الدلالة أي لا يحتمل إلا معنى واحد ظني الدلالة يحتمل عدة معنى قطعي السبوت أي إنه سابت فقطعي في سبوتي كآيات الله سبحانه وتعالى ظني الدلالة ما هو يختلف العلماء في الحكم حديث في الحكم عليه هل هو ثابت أم ليس بثابت فيكتهد كل فريق ولا يتفقون على ضعفه كما أنهم لا يتفقون على صحتي فإن يكون من باب الظنيات المسألة فيها توسع أكثر من ذلك يقول ابن القيم كل من الفريقين مأجور هو أجر اجتهاد كما بيّنت إلا أن من صلى حاز الفضيلتين امتسالوا امتسالوا الأمر في الإسراء فضيلة الأولى يعني ليست على الترتيب إنما هو طاعة النبي على الاستمراء ما هو أطاعوا النبي الله السلام في الإسراء وأطاعوا النبي السلام في المحافظة على الصلاة وplant الله سبحانه وتعالى في المحافظة على الصلاة الصلاة امتسال الأمر في الإسراع وامتسال الأمر في المحافظة على الصلاة في وقتها لسيما في صلاة العصر إذن هو ابن القيم يرى أن الطائفة الذين صلوا العصر في وقتها هي الطائفة التي أصابت الصوابة إذن امتسلت للأمرين الإسراع والصلاة في وقتها يقول ابن كسير عليه رحمة الله وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو والإجماع على أن كل من الفريقين مأجور ومعزور كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الاشتاء طائفة قالت أن الأمر بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقته طائفة رأت ذلك أن الأوامر بالحفاظ على الصلاة في وقتها هذا من العام وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوقعة من الخاص وبالتالي يقدم الخاص على العام إذا تعارض إذا تعارض فقالوا هذا ممن زعب إلى ذلك ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله قال لو كنا هناك أي معهم لم نصل العصر إلا في بني قريضة ولو بعد أيام ولو بعد أيام طبعا وعلى ظهريته المعروفة لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريضة ولو بعد أيام طائفة أخرى كلام ابن كسير بقية كلامه وطائفة أخرى قال قالوا بل الذين صلوا في وقتهم مصيبون لأنهم فهموا أن المرادة هو تعجيل السير إلى بني قريضة لا تأخير لا تأخير الصلاة فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلات الصلاة في وقتها في وقتها يعني عملوا بالأدلة جمعوا بين بين الأدلة يقول ابن تيمين والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب لاختلاف صنف كتابا في المسائل المختلف فيها من أول أيام الصحام أول أيام الصحام ولا خلافة في القطعيات لا خلافة في القطعيات فسمىه كتاب لاختلاف فعرضه على الإمام أحمد فقال سميه كتاب السعة سميه كتاب السعة وليس كتاب الافتلاف وإن الحق في نفس الأمر واحد وقد يكون هذا كلام ابن تيمين وقد يكون من رحمة الله تعالى ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه ويكون من باب قوله تعالى ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم والله والله أعلم والله أعلم وهذا كان يعني نقل هذا كان نقل عن بعض أهل العلم في اختلاف الصحابة في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن صلاة العصر إلا في بني كريزة لا يصلي أحد العصر إلا في بني إلا في بني كريزة ورأينا خلاف الفريقين من الصحابة فهؤلاء نظروا إلى أدلة هؤلاء نظروا أدلة هؤلاء نظروا إلى قراء وهؤلاء نظروا إلى قراء إن هؤلاء نظروا هل النهي هنا في الحديث هو نهي تعبدي يعني حكم تعبدي أم يبد أن ينفزه كما ورد تماما ولا شأن بضم الحديث الأخرى أو النظر في العلة والفريق آخر نقال هل هو حكم معقول معقول المعنى فنظروا إلى العلة نظروا إلى ولا يزال الناس يختلفون إلى يوم الناس هذا هل الحكم هو تعبدي يعني في كل الحالات سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا لكن هناك بعض الأحكام قد تكون معقولة المعنى يعني لها علة تدور مع علتها وجودا وعدما فما زال الناس ينظرون إلى هذا إلى هذا مثلا يعني سريعا ولا أفصل في ذلك مسألة سفر المرأة بدون محرم فقد نقل النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بدون محرم فنجد أن أهل العلم قالوا لا تسافر المرأة بدون محرم وهذا أمر تعبدي وهو معقول المعنى أيضا تعبدي لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن سفر المرأة إلا مع محرم الله ومعقول المعنى خوفا عليها من مفسدة الطريق من أن يحدث شيء لها في الطريق وهي بمفردها وفريق آخر قال نظر وقال هذا حكم معقول المعنى بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لأن الصفر في أزمنة المتقدمة كان يختلف تماما عن الصفر في الأزمنة المتأخرة فالصفر كانت المرأة تسافر يعني في الصحراوات ولا تتوافر وسائل أمان ولا اتصال العمران بالعمران ولا توجد رفقات مأمونة رفقة مأمونة فلا يوجد كل ذلك فنظروا وقالوا أن الأمر يختلف الآن فالآن توجد رفقة مأمونة توجد حرصات في أثناء الصفر لو طائرة يوجد حرصات ويوجد أمن ويوجد ناس كثيرون لو قطار كذلك والناس كثيرون فقالوا أن النهية هنا معقول المعنى خوفا على المرأة من أن يحدث لها شيء بمفردها في طريق الصفر الطويل الشاق الذي ليس فيه وسائل أمان على الإطلاق هكذا ما زال الناس ينظرون إلى النصوص على هل هي معقولة المعنى أن لها علة والحكم يدور مع علتي وجودا وعدما أم أم لا أم لا فأنا ضربت مثالا سريعا بين لأوضح كلامي أو كلام العلماء هو كلام العلماء في الفرق بين الحكم التعبدي والحكم المعقول المعنى والله أعلم أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم يسأل عن الملائكة وعن الإيمان بالملائكة وإنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان الستة ركن أركان الإيمان الستة فالإيمان كما ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه عند مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهنا في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته والملائكة خلقت من نور كما في حديث أم عائشة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم الحديث عند صحيح مسلم والملائكة خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى في حديث الإسراء الطويل موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرفع لي البيت المعمور وهذا حديث متفق عليه رفع لي البيت المعمور يروي أنس ابن مالك رضي الله عنه رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك في رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم آخر ما يعني لا يعودون إليهم مرة أخرى لا يعودون إليه مرة أخرى وهو مسجد قيل إنه مسجد في السماء كما عند التبريه هو في الصحيحة إنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خرر خر عليه لو سقط سقط على الكعبة نعم فعدد الملائكة الله يعلم بعدد الملائكة سبحانه وتعالى إذا كان فيه كل يوم يدخله أو يصلي فيه في البيت المعمور سبعون ألف ملك لا يعودون إليه مرة سنية فكم عددهم سبحان الملك سبحان الملك وأيضا مما يدل على كثرة أعدادهم في حديث أبي زر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمزيه ودماجه وغيرهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لها أن طئط طئط الأطيط وصوت الرحم ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجد الحديث سبحان الله أطت السماء إني أحدثت صوتا كده وحق لها أن طئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا سبحان الملك وعن 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 النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم والعزو بالله يوم إذن لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها سبحان سبحان الخالق سبحان الخالق فالملائكة ركن من أركان الإيمان كما رأينا والملائكة من عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نراه عندنا عالم مشاهدة أمور نراها وعالم الغيب نسمع به السمعيات قرآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح فهذا نؤمن به ورغم أننا لم نره لم نره فهذا الإيمان بالغيبيات كما يحدث عند الموت وبعد الموت وفي القبر وفي البرزخ ومشاهد يوم القيامة إلى إلى غير ذلك فهذا من الغيب نؤمن به ولم نره مما خلق الملائكة خلقوا من نور كما رأينا خلقوا من نور كما بحديث عائشة رضي الله عنه متى خلقوا خلقوا قبل الإنسان خلقوا قبل الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في إني جاعلهم في الأرض خليفة إني جاعلهم في الأرض خليفة ف معين إذن خلقوا قبل قبل الإنسان خلقوا قبل الإنسان نعم طيب أكمل بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين نعم انتظروا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدنا عليكم وفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنشوا الإجابة عن أسئلة حضراتكم كنت قبل الفاصل أجيب عن سؤال حول الملائكة وحول الإيمان بالملائكة وبينت أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان ركنه من أركان الإيمان وبينت أنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى وأن الملائكة خلقت من نور وأن الملائكة خلقت قبل الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فأخلق قبل قبل إنسان أعظم أعظم الملائكة على الإطلاق هو جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رآه مرتين على هيئته الحقيقية أو صورته الحقيقية وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق مرة في مكة ومرة عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعرب وفي الحديث رأيت منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض عند مسلم سبحان الله فإذا كان له ستمائة جناح فسبحان الملك ده لو قيل لنا يعني تخيل طائرا بثلاثة أجنحة أين تضع الجناح الثالث بأربعة أجنحة بخمسة أجنحة أين تضع هذه الأجنحة فكيف بجبريل عليه السلام له ستمائة جناح سبحان الملك وهناك ملائكة حملة العرش من الملائكة العظام أيضا حديث جابر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال أزن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش من حملة العرش إنما بين شحمة أزنه إلى عاطقه مسيرة سبعمائة سنة في سنن أبي داود وفي غيره بين شحمة الأزن إلى العاطق للرقب كده أو للرقب مسيرة سبعمائة مسيرة سبعمائة سنة وكما قلت العينة جبريل عليه السلام له ستمائة جناح وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنى وثلاثة ورباع سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قضيب ملائكة لا يأكلون ولا يشربون في قصة مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام وزبح لهم عجلا فإنهم لم يقتربوا منهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون إذن هم لا يأكلون ويتتبعون لا يتعبون من الزكر لا يتعبون من ذكر الله سبحانه وتعالى يسبحون الليلة والنهار لا يفطرون لا يتعبون ولا يملون أسماءهم لا نعرف الكثير من أسمائهم إلا ما ذكر لنا في القرآن أو في صحيحي حديث النبي عليه الصلاة والسلام طبعا جبريل عليه السلام ميكائيل الموكل بالقطر بطر يعني عليه السلام إسرافيل عليه السلام كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في تصف قيام الليل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح قيام الليل كان من دعاء افتتاح صلاة القيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في البوق بالنفخ في البوق وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعمه وصاحب الصور هو البوق يعني قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور متى يؤمر بالنفخ في الصور عند الترمزي وغيره ومالك عليه السلام خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ومنكر ونكير منكر ونكير اللذان يسألاني الناس في القبر ميت في في قبره لما ثبتنا عند السؤال نعم في الحديث عن أبي رايرا رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ملكاني أسوداني أزرقاني يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير عند الترمزي وغيره ملكاني أسوداني أزرقاني يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير عند الترمزي وغيره وهناك الملائكة الموكلة بحفظ الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا وهناك ملك الموت وإن لم يأتي في نص صحيح تسمية ملك الموت بعزرق بعزرق لم يسبب ذلك في حديث أنه يسمى بعزرق إيل وإنما وملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجع وهناك أيضا الملك الموكل بالرحم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة أربعين يوما علقة ثم يكون مثل ذلك مثل ذلك مضغة ثم يرسل الملك اللي هو الملك الموكل هنا بالرحم فين ننفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيده هذا حديث متفق عليه هذا والله سؤال التاري يقول كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء في قول الله سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام من يفسد فيها ويسفك الدماء أول هذا سؤال استعلام أنت تستعلم عن شيء ليس سؤال استنكار إنما أو اعتراض إنما هو سؤال استعلام سؤال استعلام طيب كيف عرفوا أن الناس البشر سيفسدون في الأرض يعني أكثر أهل العلم أكثر مفسرين على أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك أعلمهم بذلك و ورد ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ذكر ذلك القرطبي عليه رحمة الله يقول شيخ الإسلام وهو قول أكثر المفسرين هو قول أكثر المفسرين يبقى قالوا ذلك استفسارا بعد إعلام الله لهم سبحانه وتعالى بطبيعة زرية آدم عليه عليه السلام عليه السلام هذا رأي رأي آخر فهموا من قول الله سبحانه وتعالى خليفة أن يجعلون في الأرض خليفة قالوا الخليفة هو من يصلح بين الناس المتخاصمين المتخاصمين والخصومة إذن هناك سيقع ظلم سيقع ظلم إلا لما يصلح بين الناس وهذا الظلم يدخل فيه الإفساد ويدخل فيه سفك الدماء يعني فهموا ذلك من إذن من الطبيعة البشرية من الطبيعة البشرية وهناك رأي قصر ذلك على أن الفهم من طبيعة البشر طبيعة البشر أنهم ليسوا بمجبولين على الطاعة وأن لهم الخيار فطبيعتهم ستكون هكذا وطبيعة متقلبة ففهموا ذلك من طبيعة البشر من طبيعة البشر هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نعم رأي آخر أن الملائكة رأت ما كان من إفساد الجن وسفكم الدماء في الأرض قبل خلق آدم عليه السلام فقاصوا هذا على زاك قاصوا هذا على زاك أي قاصوا على أحوال من سبق نعم كل هذه أرى كل هذه أرى وأنا ذكرت لك أن أكثر أهل العين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وصف كدماء أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بطبيعة الزرية آدم عليه عليه السلام ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فإن كنت قد خلقتهم للعبادة فنحن نعبدك ويعني لا نتعب ولا نمل من العبادة فالله سبحانه وتعالى أجابهم بقول سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون نعم سيكون منهم الأنبياء والرسل والعلماء والصالحون والأطقياء فالمصلحة الراجحة في خلقهم ستكون أكثر من المفاسد التي تقع منهم هذا والله أعلم والله أعلم يسأل أنه قرأ أن إبليس ولياذ بالله هو من الملائك هو من الملائك فأل هو من الملائك أم من الجن الحمد لله والصلاة والسلام على نصر الله عليه الصلاة والسلام نعم جمهور أهل العلم على أن إبليس على أن إبليس من الجن وليس من الملائك وليس من الملائك والنصوص تؤيد ما ذهبوا إليه كمثل قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي فسق عنه تسمى بفاء التعليل تسمى بفاء التعليل أي فسق لأجل أنه كان من الجن فسق لأجل أنه كان من الجن كقول سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي خطعوا الأيدي لأجل السارقة لأجل السارقة فتسمى بفاء التعليل بفاء التعليل يبقى النص معنى وإذ قلنا للملائكة تزدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ومعروف الجن ومعروف خلقه الجن عصمة الملائكة عن ارتكاب الكفر لا يعصون الله ما أمرهما يفعلون ما يؤمرون وإبليس يعني إبليس الملائكة خلقت من نور خلقت من نور فالإبليس يعني نفسه يقول يعني كما في كتاب الله سبحانه وتعالى خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين نعم وفي الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من من التناسل والتناكح والملائكة ليسوا كذلك ليسوا كذلك إبليس ليس مجبونا على الطعب ليس مجبرا على الطعب بل هو مكلف كالإنسان مكلف كالإنسان وله الاختيار كالإنسان لكن الملائكة مجبولون على الطعب مجبولون على الطعب ليعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما يؤمرون فهو طب كيف إذن كان مع الملائكة عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى فقيل هو كان من الجن العابدين لله سبحانه وتعالى في الأرض فكرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه مع الملائكة والله سبحانه وتعالى كان يعلم ما يضمر إبليس في قلبه من كبر فابتلاه سبحانه وتعالى فظهر ما في قلبه من كبر بل جمهور إذن على أن إبليس هو من الجن هو من الجن يقول الحسن البصري عليه رحمة الله ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وأنه أصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر أصل البشر الفريق الآخر بعض أهل الإن الذي قرأ وسأل بسبب هذا قال أنه إبليس من الملائكة من قبيلة تسمى الجن قبيلة تسمى الجن طيب هل هناك حديث صحيح يقول إن إبليس كان من الملائكة من قبيلة تسمى الجن لا نعلم حديثا في ذلك لا نعلم حديثا في ذلك مستثنى منه إلا إبليس يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لأهل المسجده إلا إبليس فقاله إلا إبليس مستثنى من الملائكة إذن هو من الملائكة والأصل في الاستثناء لاتصال وليس الانقطاع يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا هو دليل والحقيقة أن هذا مرضود عليه مرضود عليه فقد يقع الاستثناء منقطعا بمعنى أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ليس لكن بمعنى لكن بمعنى بمعنى لكن فهذا لا ينهض للاحتجاج أمام ما ذكرته من نصوص ومن أدلة على أن إبليس من الجن نعم مثلا يعني في الاستثناء المنقطع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلام هل سلاما سلاما هي من اللغو ومن التأثيم ولا هذا استثناء منقطعا استثناء منقطعا استثناء منقطعا لكن ارفع وضع مكانها لك لكن يسمعون ماذا سلاما سلاما وأيضا في التعريض لخطبة المعتدة التي توفي عنها زوجه فالله سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون هنا ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقول قولا معروفا هذا استثناء من قطع ولكن قول قولا معروف لأنه كان استثناء متصلا معنا وعدهن سرا لتقول قولا معروف فكيف توعدها سرا وهذا ليس من المعروف هذا ليس من المعروف بل نهى الله سبحانه وتعالى عنه سبحانه وتعالى فهنا هذا استثناء من قطع وبحث استثناء المتصف استثناء المنقاط إذن الحج أنه الذين بعض من قال أن الملائكة أن إبليس من الملائكة من قبيلة تسمى الجن هو في الاستثناء في الآيات وأجبته على ذلك وحتى نصرف الآية عن ظاهرها الواضح كالشمس ونصرف النص عن ظاهره وأن معناه الواضح كالشمس إلا إبليس كان من الجن لابد أن يكون معنا دليل صحيح صريح يقول أن الجن قبيلة من من الملائكة إضافة إلى الأدلة الأخرى التي أدلة كثيرة يعني خلقتني من نار وخلقته من وخلقته من طين وخلقته من طين فإذن الإجابة أن إبليس عازم الله منه ومن شره هو من الجن بل هو أصل الجن كما قال الحسن البصري عليه عليه رحمة الله عليه رحمة الله سؤال عن ما فوائد قراءة وسماع التاريخ ما فوائد قراءة وسماع التاريخ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة جدا فوائد كثيرة جدا لقراءة وسماع التاريخ يعني زكرت من الأسير في كتابه الكامل فوائد كثيرة منها يعني فوائد في الدنيا وفي وفي الآخر وفي الدنيا حب الإنسان للبقاء فإذا سمع أخبار المتقدمين وقرأها فكأنه عاش في زمانهم أضاف أعمارا إلى عمره لأن الإنسان يحب البقاء فكلما قرأ عن أخبار السابقين أضاف أعمارا إلى أمري يعني قال أبو عمر بن العلاء لرجل من بكر بن وائل كان قد تقدم في السن جدا حتى وصل يعني إلى أرزل العم فالتاني ذهبت منه لذة المأكل والمشرب والنكاح فسأله أتحب أن تموت قال لا قال لا طب لماذا أنت ليس عندك أي لذة في أي شيء الآن فما بقي من لذتك في الدنيا قال أسمع بالعجائب لذة الآن هي أن يسمع أخبار السابقين وعجائب السابقين يعني هذه واحدة ثانية العبرة للملوك والحكام عندما يطالعون أخبار من سبقهم والسيرة العطرة لمن أحسن وعدل والسيرة السيئة لمن أساء وجار فيتطعزه العبرة للإنسان على العموم على العموم يرى أن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير أيضا فإذا شخصية تجملوا بها الإنسان الذي يعرف التاريخ ويعرف كيف يقص فيعرف كيف يجعل الناس يستمعون يستمعون إليه وفوائد في الآخرة يعلم أن الدنيا لا تبقى لأحد الدنيا لا تبقى لأحد فكم من ساكنيها وراغبيها ولم يبقى أحد لا غني ولا فقير فالعاقل من يتطعز بغيره ويعلم أنه زاهب كما زهب أولئك الذين يقرأوا عنهم ويسمعوا عنهم وأنه سيكون تاريخا كما كانوا هم أو أيضا وأيضا التخلق بالصبر وهو من محاسن الأخلاق فالعاقل إذا رأى ابتلاءات غيره وأنه ما من أحد إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى تحلى بالصبر فلهذا ولا غيره يعني حكم كثيرة يعني يقرأ الإنسان التاريخ ويستمع عليه وقد وردت القصص التاريخية في القرآن وفي السنة وقال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبنا أو ألقى السبعة وهو شهيد ومن أفضل يعني أشهر من كتبوا في ذلك الطبري وابن الجوزي تاريخ الطبري وابن الجوزي وابن الأسير والزابي وابن كسير وغيرهم من أهل من أهل العلم أكون بهذا قد وصلت لنهاية حلقة الليلة أكتفي بهذا وصلل لهم عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر وإن كنتم لا تعلمون أهل الذكر ترجمة نانسي قنقر